يسعى الجميع خلال شهر رمضان للتقرب إلى الله عز وجل لكن هناك الكثير من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها البعض خلال الشهر الكريم تعرفوا عليها كي تستطيعوا تجنبها بعض الناس يقعون في فخ التركيز على الطعام وإعداد الوجبات والولائم بدلا من التركيز على العبادات الدينية وهو ما يفقدهم الهدف الحقيقي من الصيام وهو كبح الشهوات والرغبات لا تعزيزها وزيادتها يقول الله في سورة الأعراف الآية الحادية والثلاثين كلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين بعض ربات البيوت ينشغلن في إعداد الطعام والولائم وتنظيف المنازل استعدادا للعيد وغيرها من الأعمال المنزلية وهم يستغرق اليوم كاملا ويحول بينهن وبين أداء العبادات يفرط البعض في تناول الطعام في وجبة الصحور معتقدين أن هذه هي الطريقة الوحيدة كي لا يشعر بالجوع خلال النهار وهناك من يتناولون الكثير من الطعام على الإفطار لمحاولة تعويض الشعور بالجوع طوال اليوم وهو ما يشعرهم بالكسل ويعطلهم عن أداء العبادات لذا من الأفضل أن يأكل المرء ويشرب باعتدال ودون إسراف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي وعاء شر من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه قد يشرب الصائم الكثير من الماء خلال السحور معتقدا أن ذلك يساعده على عدم الشعور بالعطش خلال نهار رمضان يفضل الشرب كميات كافية من الماء مقسمة في الفترة بين الفطور والسحور لتفادي مخاطر الجفاف البعض يتناول الكثير من الأغذية المحتوية على الصوديوم أو الملح وكذلك يتناولون كميات كبيرة من المنبهات مثل الشاي والقهوة وجميعها تعمل على إدرار البول ما يؤدي لفقد الأملاح المعدنية من الجسم والإحساس بالعطش في نهار اليوم التالي يتعمد بعض الصائمين تناول الوجبات الداسمة والحلويات في الصحور معتقدين أنها تمنحهم شعورا بالشبع والامتلاء لكن الحقيقة أن هذا النوع من الأطعمة تثقل المعدة وتسبب الشعور بالعطش وأفضل ما يمكنك تناوله هو الخضروات والفواكه نظرا إلى احتوائها على نسبة عالية من الألياف البعض يتجاهل تناول وجبة الصحور ولا يوليها الاهتمام الكافي على رغم كون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حث على تناول وجبة الصحور وقد قال تسحر فإن في الصحور بركة فمن المهم أن تحرص على تناول وجبة صحور متوازنة وغنية بالألياف والبروتينات بعد التعرف على كل هذه الأخطاء الشائعة تعرف على أفضل النصائح الصحية لشهر رمضان تجنب إهمال وجبة الصحور حيث تعد وجبة الصحور في رمضان بمنزلة وجبة الإفطار في الأيام العادية لا تكثر من تناول الطعام الدسم والحلويات على وجبة الإفطار في رمضان كذلك تجنب الأغذية المقلية والملحية والغنية بالسكريات تناول قدر كافيا من المياه لتجنب الشعور بالعطش واحرص على تقسيم كميات المياه على مدار الليل لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد